مجلس الوزراء تضمن توجيهات عامة في نهاية اللقاء مثلا أن التذكير بأن إنشاء ثانوية نموذجية للفنون هو سد للفراغ التقافي والفني لدى الجيل الناشئ لتقوية أسوسنا التقافية والفنية من أجل مواجهة التحديات وأيضا استقدام أساتذة متخصصين وخبراء تولون التكوين في مختلف الفنون وهناك نقطة هامة شدد الرئيس تبون على أن السينما لها دور كبير في صناعة فكر الفرد الجزائري والمجتمع وليست تسلية فقط هذا أيضا رأي مهم بالنسبة لأعلى سلطة في البلد أن السينما ترسم عقول الناس وليس فقط تسليهم ظرفيا فكان هناك أيضا نقاط كثيرة سوف نعود لها بالتفصيل حول مجلس الوزراء